مرحبا أنوار رمضان اللي هلت علينا ببركة الرحمن سبحانه وتعالى نفحات وأنوار وأسرار شهر لا تنتهي عجائبه لأنه كان محل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فإن اللي حاصل فخد من لمحات القرآن وخد من أنوار القرآن فلا تنتهي عجائبه كل واحد فينا منفوح كل واحد فينا ربنا سبحانه وتعالى هيرد عليه الروح ويفتح عليه وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ونخرج من رمضان وإحنا موليد جداد بنور وبقلب سعيد وسليم إن شاء الله رمضان جانا بكل البركة والنور والفتح والتوفيق ربنا يسعدكم ويبارك لكم في رمضان ويجعلنا دايما عنده في حضرة الرحمن سبحانه وتعالى تعالوا بقى نتكلم عن نعمل إيه إحنا في رمضان مع بعض رمضان عندنا على طول الصيام فيه سنو القرآن ولذلك إحنا في رمضان بنحب نختم القرآن وبنحب نعيش مع القرآن والقرآن على فكرة القرآن مش جاي عشان يتلى بس القرآن جاي عشان نعيش فيه وعشان كده إحنا عنعيش مع القرآن بشكل مختلف في شهر رمضان عنعيش إزاي القرآن تلاتين جزء بتلاتين يوم من أيام رمضان فعنعمل إيه؟ عنبتدي نقرأ القرآن قراءة تبني كل واحد فينا يعني إيه تبني كل واحد فينا؟ القرآن جاي عشان يكلم كل واحد فينا يخاطب كل واحد فينا الله سبحانه وتعالى خطبنا جميعاً بالقرآن خاطب الأولين والآخرين خطبنا كلنا بالقرآن الكريم وعشان كده تعالوا نشوف إيه نصبنا من القرآن كل واحد فينا لازم في رمضان يعرف إيه حظه من القرآن احنا اخترنا السنة دي ان احنا نختار ان في برنامج ولا تعسره ان احنا نعيش مع القرآن انه هو يبنينا فيبقى كل واحد فينا بنيان بناه القرآن كل واحد فينا يكون بنيان بناه القرآن وعشان كده احنا هنمشي معه في رمضان هنختار من كل جزء آية في ست ملفات من ملفات حياتنا الملف الاولاني هنتكلم فيه عن الانسان وذاته والملف التاني وياخد مننا خمس اجزاء من القرآن الانسان وذاته ونضع اهم خمس صفات في الانسان تبني الانسان ثم ننتقل من الانسان الى ماذا الى الدائرة التي بعدها الى دائرة الاسرة وناخد خمس اجزاء من القرآن تكلمنا وتعيد مجد الاسرة ونور الاسرة وقضاية الاسرة وإزاي الأسرة تكون سبب من أسباب سعادتنا الملف اللي بعد كده العمل إزاي العمل يكون فعال وكف وإزاي نعيش مع رمضان وبخمس آيات نستطيع أن احنا نعيش في السعادة والهنى في عملنا الملف الرابع هو ملف العلاقات وآه من العلاقات واللي احنا بنعيشه في العلاقات وإزاي العلاقات دي ممكن للواحد يتوجع ويفضل القرآن منور قلوبنا ويفضل القرآن كمان هدينا في العلاقات الملف الخامس هو المستقبل وخمس أجزاء من القرآن بناخدها ونقرأها من الجزء الواحد وعشرين جزء الخمسة وعشرين نتكلم فيه إزاي القرآن هيهدينا في العلاقات وإزاي العلاقات دي تكونوا علاقات تفتح لنا أفاق قديدة في الحياة وكمان تفتح لنا أفاق قديدة في المستقبل من الجزء الواحد وعشرين إلى خمسة وعشرين هنتكلم عن المستقبل وتيجي الأجزاء الخمسة الأخيرة ونتكلم فيها عن السعادة إزاي القرآن بيدلنا على مفاتيح السعادة وأبواب السعادة النهاردة عن نبتدي أول ملف معنا أول ملف معنا الإنسان وبناء الإنسان وبناء ذاتنا وأول آية اخترناها هي الآية اللي اخترناها من الجزء الأول الجزء اللي بيبتدي من سورة الفاتحة الفاتحة اللي بتفتح علينا كل أبواب الخير ولذلك الآية اللي اخترناها النهاردة اخترناها من سورة الفاتحة ويقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين آية من سورة الفاتحة وهي الآية الخامسة في ناس كتير مننا مش فاهمين زواتهم وعشان كده إلا حاصل قلنا تعالى نتكلم عن ذات الإنسان ونتعرف عليها أبن من ندخل في أي ملفات وإحنا عارفين إن في حياتنا دول في حياتنا الأيام دي في سبع صفات زادت في الإنسان زادت الفردنية وزادت المزاجية وزادت التشكك وزادت المظلومية وزاد الإحباط وزادت الحساسية وزادت العشوائية عشر سنين وأنا بدرس أشوف هو إيه اللي جرى للإنسان وإيه اللي بيخلي الإنسان مش قادر يعرف نفسه تيجي الفردنية فتضيع له معرفته بنفسه فما يقدرش يعيش ككان اجتماعي وتيجي المزاجية يعيش بلا اتزان ويجي التشكك يعيش من غير يقين ويجي الإحباط يعيش بلا أمل ويا سلام لما يجي عليه المظلومية يعيش بلا ناس بلا أصحاب وتيجي الحساسية تخلي كل الجو من كهرب وتيجي العشوائية تخليه متخبط وعشوائي ومشتت ومش عارف حاجة في حياته عشان كده في رمضان عن عيش القرآن بشكل مختلف وعن حاول نبني زواتنا بالقرآن مع كل آية النهاردة لما اخترنا قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين احنا كنا قصدين واحنا دخلين على ان من مقاصر الصيام التقوى ان احنا ندخل مع هذه الآية على تلات مفاهيم أساسية في حياتنا ان احنا الله أو الإله والإنسان والعالم اللي حوالينا وزي نحاول ندرك المفاهيم التلاتة دي بما يجعلنا نعيش عيشة رضية عيشة مرضية من عند الله سبحانه وتعالى ونترك العيشة الرضية أنا عندي قاعدة بحبها جدا 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 ايه اللي بيخليننا نروح للقرآن واحنا عايزين نعرف زواتنا لأن القاعدة اللي بيحبها من عرف ربه وعرف نفسه لأن الله يعرفنا على أنفسنا وعشان كده دخلين عشان نعرف أنفسنا وزواتنا من عند الله ومعرفة زواتنا بتدخلنا في مقصد مهم من مقاصد التشريع وهو حفظ النفس والنهاردة هنبدأ في أول صفة من صفات الإنسان المتزن اللي بيعيش بنور القرآن الإنسان صاحب الابتزان المنور بأنوار القرآن أول الصفات دي اللي فيها قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين اللي هي صفة إيه؟ العبد الممدود إحنا إيه مشكلتنا اللي بيخلينا نبص إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين عارفين إيه مشكلتنا؟ مشكلتنا إن إحنا عايشين حياتنا بشكل كبير جداً جداً من غير دهر من غير سند حسين إن إحنا لوحدنا حسين إن إحنا ما عندناش حد يساعدنا حسين إن إحنا مش قادرين نشيل كل الأعباء دي وعشان كده كتير مننا وإحنا بندخل على رمضان حسين إن إحنا الحياة قيلة علينا وحسين إن إحنا مش قادرين نشيل ده كله وخاصة في الأعباء اللي إحنا عايشينها وعشان كده نلاقي الآية بتركز على إيه؟ بتركز على ربط ما بين العبادة وما بين الاستعانة إياك نعبده وإياك نستعين وكأن الباب اللي إحنا هندخل عليه على المدد هو إن إحنا عبيد ندخل من العبادة وعشان كده ندخل من الصوم على إيه؟ على المدد لما تدخل من العبادة على المدد يقبلك على طول الباب المكتوب عليه أليس الله بكافي عبده إياك نعبد وإياك نستعين فتلاقي أنت وداخل على الباب تلاقي الكفاية نزلة عليك أول ما تدخل على الله من باب العبادة وعشان كده إياك نعبد وإياك نستعين بتقولك إذا أصبحت عبدا أصبحت مكفيا أصبحت ممدودا ولذلك أول حاجة في حياتنا لازم نعيشها إن إحنا عبد ممدود يعني إيه عبد ممدود؟ إحنا عبد ممدود من قبل ما نخلق وعشان كده إحنا عندما يولد الواحد فينا لما تنفخ فيه الروح يقتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد إنت ممدودة ولذلك القضاء والقدر ده مدد من الله وتدبير الله هو مدد ديك في حياتك وعشان كده تلاقي سيدنا عبد الله بن عباس في معنى الآية إياك نعبد وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا في أمور حياتنا كلنا لازم ندرك إن معنى مدد الله سبحانه وتعالى لنا إن المدد ده لا ينقطع أبدا لا ينقطع عن عباده أبدا ومع إن في ناس شايفين إن المدد ده بيتوقف لما ينقطع في بعض مواقف الحياة عن وصل الله سبحانه وتعالى وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا في حديثه الشريف الترابط من بين العبادة ومن بين المدد يقول لسيدنا معاز فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا علشان كده لازم تعرف أن العبد الممدود فيه ثلاث حاجات مهمة لازم يعيشها في حياته أول شيء اليقين من أن الله سبحانه وتعالى لا يفرقه ولا يتركه وهو معكم أينما كنتم أول حاجة مدد الله لا ينقطع أن الله سبحانه وتعالى لا يتركك واكتب على قلبك الباقي معك ما ودعك لا في شدة ولا في رخاء لا في معصية ولا في غيرها الأمر الثاني التوكل على الله سبحانه وتعالى لو أنكم توكلون على الله أي حق توكلي لن رزقكم كما يرزق الطير ثالث حاجة حسن استقبال النعمة أن أنت تستقبل نعمة الله ولا تستصغر النعم إذا عشت بالتلاتة دولة هتعيش في المدد وتعيش في أن الله سبحانه وتعالى هو مددك يقين من أن الله سبحانه وتعالى لا يتركك تاني شيء أن أنت تتوكل على الله تالت شيء أن أنت تنغمس في النعم ولا تستصغر النعم وتحيا مع الله من عاش بذلك عاش مع الله وعاش عبدا ممدودا ومدد الله لا ينقطع بل يتضاعف يا عبد الله أنت ممدود ولسعدك مأخوذ فلا تظن بالله سبحانه وتعالى إلا خير ظن وتوكل على الله أيها العبد الممدود فإن عطاء الله ليس له حدود يا رب العالمين اجعلنا على يقين من أننا من الممدودين بمددك يا رب العالمين شكرا